هنا ايضا اخ يسأل يقول هل صحيح ان الذي ينام تصعد روحه الى السماء واذا رأى رؤية نبي او رؤية شخص ميت بمعنى ان روحه التقت به في الملكوت هذا الكلام ليس صحيحا ان الروح تصعد الى السماء ليس صحيحا الروح تبقى متلبسة بالجسد بدليل ان الانسان احيانا ينام فيرى نفسه في موقف مؤلم محزن فيبكي فيستغيث فيجد الدموع او يجد موقفا محرجا او موقفا مخيفا يجلس يجد نفسه متعرقا وهذه الامور حصلت على الروح ليس على الجسد ولم يبكيه احد في الواقع ولم يخف في الواقع فلماذا ظهر العرق والدموع هذا من تأثر الروح وتشبثها بالجسد بما يدل على ان الروح ما قي في الجسد ثم الروح اذا خرجت من الجسد يموت الانسان يموت الانسان عندما تنزع روحه ونسأل الله تعالى ان يجعل اخر اكلامنا من الدنيا لا اله الا الله وان يعزقنا حسن الخواتيم كون الروح تخرج لا لا تخرج لكن العالم المنام هو من العوالم الغيبية ليست من عوالم المشاهدة عالم مستقل عن عالم المشاهدة الذي نعيش فيه نحن كيف نرى مكة؟ كيف نرى المدينة؟ كيف نرى القدس؟ كيف نرى مدينة هي لسنا نحن فيها؟ هل هناك مدن اخرى مكة اخرى في عالم اخر مدينة اخرى في عالم؟ ممكن هذه الامور لا تعقلها العقول الحالية لماذا؟ لان عقولنا محصورة بما نشاهده بعالم المشاهدة وإلا يوم القيامة ستبدل الارض جميعا بارض اخرى وبنفس المكان يوم تبدل الارض غير الارض حتى ان المحشر سيكون في الارض في بيت المقدس في فلسطين لكن هل فلسطين هذه؟ لا ستبدل بفلسطين اخرى كما قال الله تعالى في القوان الكريم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يعني سيكون هناك استبدال فهل الاحلام امر وهمي او عالم اخر لا نستطيع ان نصله بارادتنا الله اعلم هذه امور غيبية لا نعرف عنها شيئا سوى اننا نراها نراها في مناماتنا لكن كون الروح تخرج من الجسد لا هذا ليس صحيح وهل صحيح ان الذي ينام على طهارة او ذكر تصعد روحه وتكون تحت العاش واذا رجعت لا اريد ان نكمل السؤال هذا الكلام كله ليس صحيحا كله ليس صحيحا الصحيح ان الذي ينام على طهارة الملائكة تصلي عليه بمعنى تدعو له بالرحمة طيلة نومه نعم صحيح ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الا على طهر يعني ينامه متوضع وينام على ذكر يبقى يذكر الان يخفو صلوات ربي وسلامه عليه وهذه هي افضل طريقة النوم